وحول اهمية هذا المشروع الحيوي الدخم كان الزمير بكار دليمي قد اجرى لقاء مع السيد عبدالقادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء لنتابع اهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام يحضر معي سيد عبدالقادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء سيد وزير اهلا وسهلا بكم مرحبا اهلا وسهلا نعم يندرج هذا المشروع ضمن مشاريع نموذج التنموي للأقاليم الجنوبية ما هي أهمية هذا المشروع بالنسبة للتنمية إقليم أوسرة أولا شكرا هذا بطبيعة الحال حلقة من الحلقات للنموذج التنموي للأقاليم الجنوب هذه لا بغينا نقول حلقة إنتاجية بطبيعة الحال لأنه هذا ميناء للصيد مرتبط أنشطة ديال الصيد اللي هي أنشطة اقتصادية للأقاليم الجنوب معروفة بها بطبيعة الحال غي يعطي إمكانية مش غير الأنشطة الصيد العادية ولكن كذلك في المستقبل التتمين ديال المنتوج ديال الصيد وهذا غيكون عنده أثار اجتماعية لأنه غي يسمح لطبيعة الحال العاملين بالاستقرار غي يسمح للساكنة بمزيد من الاستقرار وغادي تكون خدمات ديال القرب اللي غادي تكون حول هذه الأنشطة فهو حلقة مهمة جدا فيكون في واحد الموقع من المواقع اللي هي يعني في الجنوب أربعاد نقطة في الجنوب يعني تتكلم عن 300 كيلومتر يعني جنوب الداخل هذا دليل على الأهمية التي يولي هذا النموذج التنموي اللي على انطلاق دياله جلالة المالك أنه هناك واحد الانفجام في التصور ديال الطلاق الأنشطة في العقاليم الجنوبية على ذكر موقع ميناء المهاريز الذي يبعد عن مدينة الداخل بـ 300 كيلومتر موقع استراتيجي بالقرب من إفريقيا جزر الكناري كيف لهذا الموقع أن يخدم هكذا نوع من الموانئة؟ إلى لحظة هاد المشروع كما المشاريع الأخرى لأنه كان الميناء ديال الداخل الأطلسي وهناك مشاريع أخرى كلها تتجي في واحد المحور يعني في واحد المحور اللوجيفي اللي تنطلق من الشمال ديال المغريب إلى جنوب المغريب اللي غير يمتد بطبيعة الحال الغرب إفريقيا ثم تتعرفوا بأنه المغريب الآن يعني يكون عضو إن شاء الله في المنظمة ديال الدول ديال الغرب إفريقيا هذا كله بطبيعة الحال تندرج واحد التصور شامل أن الأقاليم الجنوب أن تلعب دور مهم في هذا الجنوب نعم إفريقيا ومغريب وطبيعة الحال تكون حلقة توصل لكن حلقة توصل يعني فاعلة من شاء حلقة توصل فقط غير للمرور لكن تكون فيها أنشطة من الأنشطة اللي غادي تكون مدرة للدخل واللي غيكون عندهم طبيعة الحال آثار كبير على الأنشطة الاقتصادية بشكل عام هذا الميناء شارف على الانتهاء يعني بعد أشهر قليلة سينتهي ماذا عن الميناء الأطلفي؟ هذا الميناء إن شاء الله ديال المهيريز انتو ملحتوا النقاش اللي كان عندنا في الورش لأنه كان نقاش مهم مع مختلف الفاعلين إن شاء الله غايت سالي قبل نهاية 2018 وهذا تبدأ فيه بطبيعة حال واحدة المجموعات ديال الأنشطة اللي غادي تعلق بالمينيات التحتية ديال التأمين الميناء ديال الدخل الأطلسي هو من الموانئ الكبرى في المملكة المغربية لتنكلموا على استثمار اللي غايت جاو 8 مليار ديال الدرهم واستثمار كبير جدا الميناء اللي غايت تكون فيه أنشطة ديالصيد البحرية اللي كذلك أنشطة تجارية هذا باعتباره مشروع ضخم ومهيكل الآن نحن في الدراسات التفصيلية وهي دراسات معقدة جدا بالنظر لطبيعة المنطقة إن شاء الله في أواصل الثانة المقبلة سننتهي من الدراسات التفصيلية وسنطلق طلبة العروض للمراقبة والورش وبعد ذلك الراجح بإذن الله أنه سنطلق الأشغال في بداية 2019 خليني نقول بأنه هذا مشروع مهيكل سيكون عنده واحد الآثار كبير جدا على مدينة الدخلة وأنا أقول دائما أن الدخلة الآن تسير بثبات إلى أن تكون إن شاء الله من العواصم الإفريقية المهمة على مستوى الاقتصادي وعلى مستوى التنموى وعلى مستوى الديمغرافي وكذلك عن مستوى التقافي إن شاء الله بالأمس قمتم بزيارة ورش توسعة الطريقة الوطنية رقم واحدة رابطة بين العيون والداخلة كيف لهذه الطريق أن تخدم هكذا نوع من البناء التحتية سواء منسبة لميناء العطلسي أو ميناء المهيلي لأنهم في حقيقة بزوزهم يعني مشروعين مهيكلين نحن نتكلم على الطريق اللي غادي تنطلق من تزنيت تل الدخلة اللي فيها 1055 كيلومتر وأكبر مشروع طرقي تقدر في المملكة المغربية يعني منذ سنوات فيه الشق اللي مرتبط بالثلاث نيامة بين تزنيت العيون وفيه الشق اللي مرتبط بالتوسعة وأن المزرط الأوراج في الحقيقة كنت منشريحا جدا لأن الأشغال انطلقت وتسيره وسيرا حتيتا وجيدا وخليني نقوم نعود نذكر بأننا نتكلم على طريق اللي غا يكون فيها 11 أمطار في العرض ويكون فيها تقريبا تسعود الأمطار اللي هي مغطاة يعني بالتكفية وهذه غادي تعطيه بطبيعة الحال غادي تكون عندها أثر على الجوالان للمركبات خاصة أن هالطريق تتعرف بطبيعة الحال جوالان ديال الشحينات الكبيرة لتتنطلق من شمال المملكة من وسط المملكة إلى غرب إفريقيا إلى نواكشوت إلى داكار إلى باماكو إلى واحد العدد ديالد دول فأكيد غا يكون عندها واحد الأثر كبير على الرفع من مستوى طبيعة الحال جوالان وهذا غاين عكس إيجابا على المنطقة ولكن غاين عكس إيجابا كذلك على الاقتصاد الوطني بشكل عام سيد عبدالقادر عمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك شكرا لكم شكرا لكم شكرا على الاستضافة شكرا هذا كان لقاء مع سيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء شكرا لكم شكرا لكم